السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في مطبخ تيما فيديو جديد ووصفة جديدة سنقدم لكم فيها اليوم أسهل وأسرع وألد ما يمكن أن تحضروا القوتي يجو رائعين بزاف كيجو مورقين مقرمسين بطريقة ليه جديدة وأيضا بحشوة ليه مغايرة متعودناش نديروها في المسمن وأيضا بشكل ليه جميل تميزوا به أمام الضيف ديالكم أو لا تقدموه القوتي هكالعائلة ديالكم وكيجو مورقين مقرمسين والداد بزاف فكنتمنت تجعني بلايكاتكم وصلوا معي الفيديو الأكبر عدد من الأعزابات وتقسموه مع معارفكم وأصدقائكم خليكم تكتشفوا الوصفة والمقادر فورجة ممتعة فكن بدأوا بسم الله أول حاجة فوحد القصرية أو لقينة يعني البلاسة التي كتعجنوا فيها سنحتاجوا لربعة ديال كؤوس ديال الدقيق الأبيض سواء دقيق العادي ديال الخبز أو الخاص بالحلويات أنا كنستخدم صراحة ديال الحلويات كيجيني أبضل سنحتاج معهم أيضا كأس ديال دقيق الفينو ما يعادل 100 جرام سميد ناعم سنضفع لهم ملعقة صغيرة من الملح ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات وملعقة صغيرة من السكر هذو هما المكونات اللي سنحتاجون لهم بالنسبة للسكر ممكن تعودوه بملعقة صغيرة من بعد سنجمع المكونات بالماء الدافئ الماء لا يكون بارد و لا يكون سخون فغير الماء الدافئ سنضفع هذه المكونات لهم لكي نمشي الخميرة في الخليط كامل وحتلفينه ونضفعه وضعوا للمكونات لنكونوا مغربينهم لأننا هذا العجين لا ندلقوه ونبدأ نضفع الماء الدافئ الماء الدافئ يساعد العجينة ضغيئة كترخفلينه وما كنحتاجوش لا ندلقوها لأولو يعني كنا نختصر الوقت ديال الراحة ديالها كامقاو كنضفو المتدريجيين وحنا كنجمع العجينة دائما اللي كنأكد عليها أنا رغضي نعطيكم كيمية الماء كيف في كل فيديو ولكن العجينة خاصة نحصل عليها ليين بهذا الشكل هذا أنا اللي كفاني فيها كأسين ممتلئين يعني العبار ديالكل كأس 200 ميل لتر كأس واحد بقت عندي فيه تقريبا واحد الملعقة اللي هي صغيرة كنجمع العجينة خاصة تكون بحال هاكا مندلقوها موالو وبنسبة دائما باش راقبوا العجينة رباركة عليها بليد اللي كتكون ناشفة حيط ليد اللي كتكون فازقة ديما اغتقول لكم را العجينة خاصة مازال زيدة صافي هدا هي القاوم ديالعجين كيفاش خاصة نحصل عليه عجينة اللي هي مرخوفة ولكن ما كتلتسقش في اليدين بزاف كنجمعوها على شكل كورا كندهنوها بالقليل من زيت زيت المائدة طبعا وغادي نغلفوها نديروها في شي بلاسيك ونخليوها المدة تقريبا غير 5 دقائق هاكا كاكا لما نوجدو الحشوة راها كتكون وجدات بنسبة لمن بعد المدة دير 5 دقائق او 10 دقائق على حسب الجو كندوزو هنا يا كنفرغوها من هاكا البلاسيك كيف كتفو العجينة راها كتكون ترخفات او ذاكا القليتان ديالها تلق وكتعطينا الطوع غادي نشكلوها هنا الكورايات دائما الكورايات راك يبقى الحجم ديالهم على حسب الرغبة ولكن اللي نأكد عليه خليو جوج كورايات اللي يكونوا كبار شوية للكورايات يعني بنسبة لعجين دياللي فنقسم سبعة ديال الكورايات جوج من هدوك السبعة خليتهم كبار شوية يعني الكورايات كلهم حجم واحد وجوج كتكبروهم واحد شوية اللي غادي نحتاجو لهم فيما بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نخدمو بهم كنشكلوهم كاملين بحلقة من بعد ما نقسموهم الأجزاء ما كنستعملوش في الأول الزيت حتى كنشكلوهم مزيان ونحيدو لهم هدوكتنيات اللي كيكونوا في الأسفل باش مينورقوهم ما تقطعوش عاد باش ديك الساعة كنا ندهنوهم بالزيت ومن بعد ما ندهنوهم بالزيت نحاولو أننا دائما نضغطو عليهم وحد ضغطة هكا خفيفة من هاني تكتبها لنا الكوراي اللي مرخوفة بزاف اللي غادي نبدو بها هي اللولة غادي نغلفهم ونخليهم مدية لخمسة دقائق اخرى ومن بعد كنناخد أول كورا باش نبدو بها بالنسبة للحشوة اللي غادي نستخدمو فغادي نحتاجو لها الكوكاو او للفل السوداني اللي محمار عندي غرف المقلع على هات الشكل هذا غادي نطحنو وحتيو اللي عندي كونكاسي يعني غلايدو لرقيق من الأفضل يكون رقيق باش ميقطع شن العجينة بالنسبة لي انا درت الكوكاو ولكن انتو ما كتديروا المكسرات اللي متوفرة ليكم ديروا اللوز ديروا الشي نوعه اخر من المكسرات على حسب اللي متوفرة ليكم من بعد غادي نحتاج المربة قدرت المربة ديها الأكل والعناب المجفاف اللي هو الزبيب اللي عندي مرقد في الماء وصفيتو نشفتو مزيان من هداك المديار كان ناخدو أول كورا وكان مبدو نطلقو فيها بالسعانة بالزيت قاسنا نطلقوها مزيان حتي يولي سطح العمل اللي احنا كنورقو فوق منو كيبان يعني واللي شفاف والعجينة را كيف كتلكم راها إلا دا عجنتوها بالمدافي ودابا خلاص الحال دافي راها فيه ساع كتطلق ويعني هاد الوصفة هدي اللي اغنيرو القوتي كنحضروها بسرعة وبنسبة لي فرد دخلت الفينو في هاد الفيديو هاد على قبل أخوات اللي كيبغوا الوصفات اللي يكون دخل فيها دقيق دي الفينو من بعد ما كنورقها بسمك اللي هورقيق كناخد واحد شوية ديل الزبدة اي زبدة نتوفره لكم سواء ديل التورايق او للمارغارين ديل البواطا او لالزبدة ديل الاكل كتكون عندنا مدوبة كنديرو غير واحد الملعقة اللي هي صغيرة في الواسط كنطقوها على شكل مستطيل فحالة غدي نديرو الرغيفة العادية دي المسمن ومن بعد فهذا المرحلة هديرة كندهنوا واحد دهنة خفيفة بالزبدة هنا يرنسيتها ولكن في الخرين غادي نوريها لكم كندهنوا ملعقة صغيرة من المربا كيف كتلكم انا المربا ليستخدمت خاصة بالاكل كنديرو رشة دي الكوكاو اللي عندنا محمر والعناب المجفف اللي هو الزبيب اللي كيف كتلكم رقتشو في الماء باش مايقطع شنال عجينة ومن بعد مسحتو مزيان من هداك المديروس قطرشو مسحتو مزيان وكنا ندون نلفو فحالة غنديرو ملوية نكلفو من هداك الطرف حتى الطرف الاخير غادي نوضعوها جانبا وناخدو كورة اخرى بالنسبة الكورة الاخرى غادي نكرم معها نفس المسألة كنورقوها مزيان ضروري الحاجة اللي ناكد عليها نورقوها مزيان وبنسبة التوريق ورقو غير بالزيت ما تورقوش بالزبدة الزبدة كتلسق في سطح العمل وكتبدة كتقطع لنا العجينة غادي نمقاوك نورقو فيها بات الشكل هذا حتي واللي السطح دي العمل كيبان من بعد كندهنوا واحد دهنة خفيفة بالزبدة يعني كنديرو البلاسة اللي عندنا عريانة خاصنا نسطول هالزبدة باش ما زبقاش ناشي بلاسة عريانة وباش جينا مورقة من الداخل كندهوها على بعضياتها في هات الشكل هاد المكان هذا ما عندناش فيه الزبدة كيبكت ليكم هنديرو دهنة خفيفة دي الزبدة في هاد المكان وكنناخدو المربة كنحاولو نمشيوها تقريبا ملعقة اللي هي صغيرة ليشكل ممتلئة كنرشو هنا اه بالكاوكاو وكننعودو نديرو العنب المجافر ممكن تستغنو عليه إلا ما متوفرش ليكم كنناخدو هاداك الجزء ليشكلناه وكننوضعوه في الطرف وكننمدو عليه كل لفو يعني كنوضعوه في الطرف وكننمدو اللفو عليه حتى الطرف المقابل حتى كنوصلو الاخير وغادي نوضعوه جانبا ونعودو نكملو نفس الطريقة دائما كنعودو ندهنو قطعة اخرى ونرشوها بالعنب المجافف ونرشوها ايضا بالكاوكاو منسبة لي انا درت المربا ولكن ممكن ديرو حتى الشوكولات ديال الدهن كجيزوينة وممكن ايضا ديرو حتى الكرام باتيسيار هنا غادي نوريكم من الجانب سافي كنعودو نديرو ديك اللولاء وكننقاوكا نلفو حتى الطرف الاخير غالي كنأكد عليه العجينة ورقوها مزيان باش منيد دخولها كالفرن كجينة مرقة وكجينة مقرمشة كنعود ندير شرات اخر حتى هو كنوضع فيها وكنقاحتها كنكمل كنخلي جوش كورايات وما اللي غادي نوريكم في الاخير كيفاش غادي نديرو اليوم هادوك جوش كورايات الاخرين كناخد اللولاء كنشكلها وندهنها بالزبدة ما هندير فيها لمربا لحشو باش يغطو لي هديك اللعجينة ما تقطعش ليه من يمدا كنمدد فيها كنوضع هادوك الجزء اللي شكلته في الطرف وكنمدع عليه كاللف حتى الطرف الاخير هادي الكورا الاولى الكورا الثانية كندهنها تهيمن داخل بالزبدة نفس المسألة اللي درنا مع الخرا غادي ندهنها بالزبدة مزيان ولكن ما غاديش نطويوها غادي نوضع وسط منها هادوك الاجزاء اللي شكلناهم في حل الدورة ديالشناك كنوضعهم تمو كنستو عليهم باش كنغلقوها من الجوانب ومتخلش نلحو شوه بزيف منين ندهن ونمدو فيها كنعودو نطويوها بهاتطريقة هادي حتى نطوي عليها كاملة ونخدوها داخل شريت ندهنه بالزبدة ونلفوه حتى الطرف الاخير كنقعدوه بهات الشكل هادا وكن نضغطو عليه غير واحد شوية نغلفو ببلاستيك بش يعطينا الطوع ونخليه واحد المددي لخمسة دقائق فهذا الوقت هادره ضروري نكونوا الفرن درناه كي يسخن من بعد كنوضع وفصانية الفرن او لمقلة قيلة بحال هادي اللي وريتكم انا تكون مهم القطر ديالها يكون كبير لان انا خصنا نرقوها مخصنش نخليو العجينة غليدة كان الساعين انا هنا يبل بلاستيك باش ما نخريش الحوشو على برا وفي نفس الوقت البلاستيك يساعدنا ما نديروش كيميه اخرى اضافية لالدهون كان بقى وغير كن نضغطوه على البلاستيك هو كي يمدد ولا شو العجينة ما بغشتكم دعوه ترتاحوا واحد المدة اذا فيها اكثر صافي هنا بعد ما نرققتها نديروها سفار بايضة معامل عقاء ديال الحليب وكندهن هامل وجه ديالها كامل دروري في هذا الوقت هذا كي بكتلكم الفرن يكون سقون على درجة حرارة اللي هي مرتافعة سواء فرن للغاز او فرن ديال الكهرباء مني كندخلوهم كنخفضو النار النار اللي هي مهيلة ونخليوها باش تتحمر لنا نشعلو عليها من الاسفل حتى كتبالينا جمعها هذا التحمار وشدات فراسها مزيان وتورقات عاد باش كنشعلو عليها من الاعلى نحمره ونخرجوها ولكن اللي كان اكد يكون سقون على نار اللي هي مرتافعة مزيان حيث هذيك النار هي اللي كندخلو لها ذاك ديك الصدمة هي اللي كتخلي الوراقي كيتفرقو والنار مهيلة هي اللي كتطيبها لنا من الداخل ولكن كيف كان اكد نورقو مزيان مني يكونو كنورقو فيها انا منخرجتها بشوية العسل ووزينتها بشوية البقالية من المكسرات ودرت على شوية السكرب ودرت بشوية اللون كتجي صراحة راقية كتجي هموية ولديدة بزاف المضاق ديالها متبعوش منو كنت من فعلان هالوصفة اللي اقترحت عليكم اليوم لان الاعجاب ديالكم كيف العادة لعجباتكم وما تبخلوش عليها باللايك وايضا بتعليقات ديالكم ضغطو على زر الاعجاب وإلا كانت اول مشاهدة لكم القناة انضموا القناة دعوا لي اقترحتكم في الوصفات اللي سننزلكم ان شاء الله خليت لكم الراحة الى الملتقى مع وصفات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة